السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي الزراعي في مصر أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة تربية الدواجن قسم فني انتاج حيواني وداجيني على قناة مصر للتعليم الفني خلال الحلقات أو الأسابيع السابقة أخذنا مع بعض وحدة طبعا نحن عارفين أن الترمي دام عانا فيه ثلاثة وحدات هامة بالنسبة لنا وحدة دجاج انتاج البيض أو وحدة اعداد البيض للتفريخ ووحدة التفريخ ووحدة عمليات ما بعد الفاكس بنمشي مع بعض كده بناخده كل مرة طبعا مجموعة من الأشياء يعني مرة وحدة دجاج اعداد البيض للتفريخ تمام وبعد كده ناخده وحدة التفريخ وبعد كده يعني بس ماشيين بنفس التوازي كده على أساس أن انت مع المقيم طبعا متابع معنا ومتابع حلقاتك وما يفوتكش مخرج من المخرجات النهاردة ناخده الوحدة دي أول حلقة منها اللي هي وحدة عمليات ما بعد الفاكس وحدة عمليات ما بعد الفاكس يعني احنا الأول قلنا عندنا وحدة اعداد البيض للتفريخ اللي كنا بنجهز فيها غرفة غرفة طبعا حفظ البيض وازاي نجهز البيض وازاي نعد البيض لإجراء عملية التفريخ ثم الوحدة اللي بعد كده اللي هي إجراء عملية التفريخ نفسها سواء كانت من التفريخ الطبيعي وعرفتنا مزاياه وعرفتنا عيوبه أو من التفريخ الصناعي وعرفتنا مزياء وعرفتنا عيوبه النهاردة بقى نتكلم في الواحدة التالتة زي ما قلت لكم بالتوازي يارب الناس تكون فاهمة اللي انا بنقوله كويس بنشرح حلقة مننا وحلقة مننا وحلقة مننا بحيث ان انت على مدار الاسابيع تب انت طبعا متوافق مع مخرجات التعلم اللي بندرسوها مع بعض ومع المقيم تستطيع الامام بالمعلومات المفيدة اللي احنا نقدر نفيدك به وحدة طبعا عملياتنا بعد الفاكس زي ما قلت لك بعد حضرتك ما جهزت البيض ليه عملية جهزته وعملت له عملية اعداد للتفريخ وضعته خلاص ويه داخل مكينات التفريخ قلنا ان مكينات التفريخ دي او المفرخات دي كانت بتقسم الى تفريخ طبيعي وتفريخ صناعي مكينات يبقى تفريخ صناعي على طول قلنا فيها جزء اسمه المفرخ اللي بيظل فيه الكتكوت لغاية اليوم التمنتاشر ثم جزء بيطلق عليه المفقص اللي هو طبعا التلات ايام اللي هم الاخرانين بداية من اليوم طبعا التمنتاشر تبدأ نائل الكتكيت يبقى تقعد فيه تسعتاشر وعشرين وتقوم بالفاكس في اليوم الكام الواحد وعشرين طيب هنا بقى عندي انا عمليات يجب اجراءها ما بعد الفاكس يعني بعد الكتكوت خلاص ما طلع هنا بقى ده شغلنا في هذه الايه الوحدة فالوحدة دي برضو فيها تلات مخرجات للتعلم تعالى نشوف هي تتكلم على ايه والهدف منها ايه وكل محتواتها ايه مع بعض يبقى دي وحدة اجراء عمليات ما بعد الفاكس بتهدف هذه الوحدة الى اكساب الطلاب الجدارات المرتبطة باجراء عمليات ما بعد الفاكس من حيث فحص الكتكيت بعد الفاكس واستبعاد الضعيف منها خلي بالك شغلك شوف بقى عامل ازاي بقى بعد الكتكيت ما فازت هنجري عمليات الفحص واستبعاد الضعيف منها والمشوة والابقاء على الكتكيت السليمة النشيطة والممثلة للنوع وايضا تجنيس الكتكيت الى زكور واناز فيتم توجيه هذه الكتكيت الى المزارع المتخصصة حسب نوع الانتاج المطلوب وايضا كيفية القيام باجراء التخلص من الكتكيت النافقة في المكان المخصص والذي تنطبق عليه مواصفات الامن والامان الحيوي ايه يا مستق؟ هو هنا كده في الكم سطر دول يا شباب لخص لك الايه؟ الوحدة الوحدة عبارة عن عبارة عن ثلاث مخرجات للتعلق قال لك ايه؟ المخرج الاولاني اللي هو هنقوم بفحص الكتكوت بعد الفقس مباشرة هنستبعد منه الكتكيت المشوهة زي ما هنعرف هنستبعد منه الكتكيت المخالفة للنوع هنستبعد منه الكتكيت اللي فيها التهاف في السرة تمام؟ هنستبعد منه الكتكيت ساعات كتكوت ببطالع نافئ تمام؟ في المطلع بدأ ينقر في شرة البيضة بدأ يختارك براسه لكنه مات لم يستطيع الاختراك من كشرة البيضة يعني انا هنفحص كل الكتكيت اللي عندي ونطلع طيب بعد كده حضرتك فيه نقطة تانية بعد ما استبعدنا الكلام ده هنجري عمليات التجنيس ليه نجري عمليات التجنيس؟ عشان حضرتك نفصل الزكور عن الاناس لو فيه قطيع بتربيه غرض انتاج البيض نودي له كله الناس وطبعا مع وضع النسبة زي ما قلنا النسبة الجنسية من عدد الزكور الى عدد الاناة لو بالرب القطعات دي ينتاج له نقوم بتجنيس الكتكيت وفصل الزكور ووضعه في ايه اماكن خاصة يبقى تاني مخرج اللي هو عملية التجنيس طب اول مخرج اللي هو عملية الفحص يبقى عملية فحص ثبقى عملية التجنيس ثم بعد ذلك بقى التخلص من الناف يعني التخلص من اللي هي الايه العرجاء المشوهة اه اللي فيها اي تشوهات او مخالفة للنوع زي ما قلتلك ده بيتم التخلص منها يبقى ده اللي حيتم على مدار هذه الوحدة هتدرسها تلات مخرجات للايه للتعلم وزي ما قلتلك ده الهدف من الايه الوحدة طب تعالى نشوف مخرجات التعلم عبارة عن ايه زي ما قلت لحضرتك اول مخرج من مخرجات التعلم وحنشوف الكلام ده دلوقتي ثم نمرة اتنين يجنس الكتاكيت يعني ايه كلمة يجنس يجنس يعني فصل الزكور عن الاناس اتنمرة تلاتة يتخلص من الكتاكيت النافقة تمام يا شباب يبقى دول التلات مخرجات بتوع التعلم بتوع وحدة عمليات ما بعد الفاكس طيب اول مخرج للتعلم بقى اللي هو موضوعنا اللي هو يفحص الكتاكيت في نهاية حضانة البيت داخل المكينة ثم نقله الى المفقة زي ما قلت لحضرتك اخر ثلاثة ايام وبعد انتهاء مدة التفريخ يبدأ خروج الكتاكيت من البيت وهو ما يسمى بعملية الفاكس وهي اخر مراحل داخل معامل التفريخ يبقى اخر مرحلة في داخل عملية التفريخ او من ضمن مراحل التفريخ المرحلة الاخيرة منها هو عملية الفاكس اللي هو خروج الكاتكوت بقى تمام معاه ولا لا دي المرحلة طب المرحلة دي بتتم الزي زي ما قلت لك انت بتضع البيضة فيها المفرخ لمدة 18 يو بيكتمل فيها نمو الكاتكوت نموا سليما ويكتمل نموه ويكتمل نمو الجهاز التنفسي تمام وتتركون الرأتين ويكون الكاتكوت في هذه الحالة محتاج الى كمية من الاكسوجين اكثر من الموجودة في داخل البيضة كمية الاكسوجين اللي هو محتاجة تطائر في الهواء الجو برا حوالي 15-16% اللي موجودة في البيضة بتبقى نسبة قليلة جدا حوالي 2-3% تمام بالكتير خالص لو وصلت 5% فنسبة الاكسوجين في داخل البيضة بتكون غير كافية لانه كان بيتنفس عن طريق الغرفة الهوائية فبعد ما بيكتمل نموه اصبح الكاتكوت عنده جهاز تنفسي فاصبح التنفس حيتم مش عن طريق الغرفة الهوائية ولكن حيتم عن طريق الرأتين اللي محتاجة كمية من الاكسوجين كبيرة فبالتالي حيقوم الطائر مش حيبه قدامه اي وسيلة اخرى سوى نقر اشرة البيضة لكي يستطيع اختراقها عشان يتنفس الهواء الجوي الطبيعي وسبحان الله طبعا يعني شوف بيفضل 18 يوم تهويته مناسبة ليه في داخل البيضة عن طريق الغرفة الهوائية بمجرد اكتمال جسمه واكتمال الجهاز التنفسي بتاعه خلاص كمية الهواء او كمية الاكسوجين الموجودة في داخل البيضة تكون غير كافية فبالتالي بقى ده بيبه دافع ليه انه هو ينقر قشرة البيضة للخروج الى الحياة والتنفس عن طريق الهواء الجوي اللي بيبه فيه نسبة اكسوجين حوالي من 15 الى 16 في المية وطبعا دي نسبة كافية للتنفس لكن النسبة الاولى بتكون غير كافية للتنفس في داخل البيضة خاصة بعد اكتمال النمو في اليوم الثمنتاشر وما بعد ذلك اللي هو اخر ثلاث ايام طيب بعد كده بنقول لك ايه العوامل التي تؤثر بها على نسبة الفاكس اكيد انا نسبة فاكس ممكن تطلع عندي عليها وممكن نسبة الفاكس تطلع عندي مخافضة ما هي العوامل المؤثرة على نسبة الفاكس يعني انت جبت كاتاكيت حطيت اجبت بيت وضعته فيه داخل ما كانت التفرين اتفاجئت ان نسبة الفاكس كانت قليلة اكيد فيه عوامل اثرت على كده او اتفاجئت ان نسبة الفاكس كانت مرتفعة اكيد حضرتك عملت عوامل نموزية وفرت العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة فبالتالي اذا انا عندي بعض العوامل اللي هي حتؤثر على عملية الفاكس الكلام ده بيتقال عليه نسبة الفاكس يتقال عليه نسبة اللي هي الفاكس طب نسبة الفاكس دي عبارة عن ايه يا مستر نسبة الفاكس انا عندي نسبتين للفاكس نسبة فاكس عادية ونسبة فاكس اقتصادية نسبة الفاكس العادية عبارة عن عدد الكاتاكيت الفاقسة على عدد البيض المخصة عدد الكاتاكيت الفاقسة على عدد البيض المخصة مضروبا في كاء في مية دي اسمق نسبة الفاكس العادية يعني يا مستر يعني حضرتك لما تحط بيط في داخل مكينة التفريخ يجب ان يكون هذا البيط مخصى عشان نقدر نحسب النسبة مصبوط تمام؟ بينما لو حضرتك جبت بيط وخلاصه ما انتش عارف مصدره مصدره مجهول بالنسبة له فهنا بقى انا عايز نسبة فاقس اقتصادية طب نسبة الفاقس الاقتصادية ايه الفرق بينها وبين نسبة الفاقس العادية؟ نسبة الفاقس الاقتصادية عبارة عن عدد الكاتاكيت الفاقسة على عدد البيض الكل ايا كان بقى مخصب وغير مخصب المهم عدد البيض الكل اللي وضعته في داخل مكينة لالتفريخ الكلام ده مضروبا في مين نسبة الفاقس الاقتصادية هي التي تحدد ربحية عملية التفريخ تاني لكن نسبة الفاقس العادية تحدد كفاءة عملية التفريخ كلام ده مهم جدا يا شباب ارجع لي تاني بنقول لحضرتك احنا عندنا نسبتين للفاقس نسبة الفاقس العادية وهي بتساوي مين عدد الكاتاكيت الفاقسة على عدد البيض المخصب الكلام ده مضروبا في كام مضروبا في مية والكلام ده لو قلت نسبة الفاقس دي تحدد مين تحدد الربحية ولا تحدد الكفاءة لا تحدد الكفاءة طب ليه التانية بقى بتحدد اللي هي نسبة الفاقس الاقتصادية ليه بتحدد الربحية لان حضرتك بتدخل عدد البيض الكل اللي انت شاريه من طالب ده ما انت شاحته البده انت شاريه بمبالغ فتكلف عليه فتبه نسبة الفاقس الاقتصادية عدد الكاتاكيت الفاقسة على عدد البيض الكل الكلام ده مضروبا في كام في مية يبقى اي نسبة من الاتنين تحدد الربحية لا نسبة الفاقس الاقتصادية اللي هي عدد الكاتاكيت الفاقسة على عدد البيض الكل مضروبا في مية انما نسبة الفاقس العادية اللي هي عدد الكاتاكيت الفاقسة على عدد البيض المخصب مضروبا في مية دي اللي بتحدد لك كفاءة عملية التفريغ تمام يا شباب دي نقطة مهمة جدا جدا يجب ان تغخص فيه الاعتباء طيب عندي بقى العوامل الأساسية تؤثر على نسبة الفاكس ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على نسبة الفاكس ده أنا عندي سبع عوامل وحنخدوم كده حنقولهم الأول وبعد كده حنشرع عامل عامل لأن ده كلام مهم جدا العوامل الأساسية التي تؤثر على نسبة الفاكس قد تكون عوامل تتعلق بمكينة التفريغ يعني السبب فيها مكينة التفريغ يتزود يتنقص نمرة اثنين عوامل تتعلق ببيض التفريغ برضو البيض المسؤول عن عملية الفاكس يا ترى بيض مخصب ولا بيض غير مخصب هناخد كل عنصر على حدة دلوقتي نمرة ثلاثة عوامل تتعلق بالتطور الجنيني في البيض تمام اربعة عوامل تتعلق بتعبئة ونقل البيض تمام عوامل تتعلق بالتخزية تمام عوامل تتعلق بالحالة الصحية القطيع واخيرا عوامل تتعلق بالوراصة يبقى ما هي العوامل الاساسية التي تؤثر على نسبة الفاكس سبع عوامل يا مستر عوامل تتعلق بمكينة التفريغ عوامل تتعلق ببيض التفريغ عوامل تتعلق بالتطور الجنيني في البيض عوامل تتعلق بتعبئة ونقل البيض عوامل تتعلق بالتخزية عوامل تتعلق بالحالة الصحية القطيع عوامل تتعلق بالوراصة طب تعالا بقى اشرح لنا عامل عامل يا مستر عشان نقدر نميز ونعرف العيوب اللي عندنا ايه عشان ده حاجات همة جدا بالنسبة لك لو اجريت عملية التفريغ نمرة واحد العوامل التي تتعلق بمكينة التفريغ ايه اللي ممكن يحصل يخلي نسبة الفاكس عالية او نسبة الفاكس مختلفة ويكون الكلام ده خاص بمكينة التفريغ بيقول لي تختلف نسبة الفاكس في مكينات التفريغ طبعا لنوعها وكفائتها ففي المكينات الحديثة المتطورة ترتفع نسبة الفاكس اكثر منها في المكينات العادية ارجع لي يعني ايه مستر الكلام ده يعني حضرتك لو عندك مكينة التفريغ تقليدية قديمة اكيد نسبة الفاكس فيها مش هتكون زي مكينات تفريغ حديثة كل يوم في اختراعات كل يوم في اجتهادات بيحاول يوفر العوامل المناسبة المصلة لنجاح الكاتكوت لكي يستطيع اختراق قشرة البيضة ويستطيع النمو بكفاءة ويستطيع التطور الجنين بكفاءة الكلام ده كله يتم من خلال مكينات تفريغ حديثة فكلما كانت مكينات التفريغ المستخدمة حديثة كلما ارتفعت نسبة الفاكس كلما كانت مكينات التفريغ قديمة وتقليدية تمام كلما قلت نسبة الفاكس لكن ايه المانع ان انا يبقى عندي مكينة تفريغ تمام نستخدمها باي صورة وانا نبدأ نطور من نفسي ولما نحدس وكي ما فيش مشكلة لكن ما نقفش ونقول لما نجيب بقى مكينة تفريغ لأ نشتغل بالمتاح اللي موجود معايا والمتيسر وان شاء الله بإذن الله تعدل من نفسك وتطور من نفسك وتطور من ذاتك وتطور من مكينات التفريغ وبالتالي ترتفع مع معدلات الفاكس يبقى ده اول نقطة ليه عوامل تتعلق بمكينات التفريغ طب نمرة اتنين عوامل تتعلق ببيض التفريغ ايه يا ترى يا مستر اللي هيكون موجود في داخل بيض التفريغ هيخلي عملية الفاكس تقل او عملية الفاكس تزيد قال لي نمرة واحد حجم وشكل البيضة مهم جدا بقى نشوفه كده اول نقطة يعني ايه يا مستر حجم وشكل البيضة مفروض مفروض انا لما نتكلم على حجم وشكل البيضة انا بنستبعد البيضة الكبيرة جدا في الحج وانا استبعد البيضة الصغيرة جدا في الحج تمام تاني يتم استبعاد البيضة الكبير جدا في الحج والبيضة الصغيرة جدا في الحج والبيضة الكروية والبيضة المطولة والبيضة المشروخة والبيضة شديدة الاتسار دي اشكال البيضة المستبعدة يبقى حضرتك بتحط البيضة تمام اللي هي متوسطة ما احنا كل نوع من انواع البيض بيبقى ليه متوسط وزن معين عندي انا جهاز اسمه جهاز تدريج البيض بيتم وضع البيض عليه يضرق بيتحط كده بحيس انه يجي بيبقى فيه كزا مجرى وكزا مكاة يودي لك فيه احجام البيض الكبيرة جدا مع بعضيها والصغيرة جدا مع بعضيها والمتوسطة او الموافقة للنوع مع ايه مع بعضيه يبقى حضرتك لما اتدخل البيض في داخل مكينة التفريخ يجب ان يكون البيض ذات الاحجام المتساوية البيض متوسط البيض اللي وزنه مثلا لو قلنا في الدجاج البلد بيكون وزنه مثلا حوالي خمسة او ربين جرام يبقى وزن البيضة دي يا ته شباب هو ده المناسب لكن في السلالات الاجنبية ممكن متوسط وزن البيضة يتراوح ما بين خمسة وخمسين الى ستين جرام فبيبقى كبيرة شوية في الحاج يبقى حسب النوع نحط السلالة وباشكالها اللي هي البيضة 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 اللي هي لها جهتين جهة عريضة وجهة ايه مدببة تمام لكن البيضة المطولة تستبعد. البيضة القروية تستبعد. البيضة المشروخة تستبعد. البيضة المتسخة شديدة الاتساخ. اذا لم تستطيع تنظفها يمكن تنظفها يمكن يا مستر وحنقول الكلام ده انشاء الله في الحلقات القادمة. لكن طبعا البيضة الشديدة الاتساخ لأ ديك برضو تستبعد. عرفت يعني ايه عوامل تتعلق بحجم وشكل البيضة? تمام. طب نمر اتنين يا مستر. العيوب الداخلية للبيضة. طب يا مستر هنعرف العيوب الداخلية للبيضة ديت ازاي? هنعرف. حضرتك عندك كشاف ضوئي. عندك كشاف ضوئي. ياخد كشاف الموبايل يكفي. تمام? لكن بيبقى موجود في المزارع طبعا كشاف ضوئي. بتيجي تحط البيضة عند الكشاف كده. البيضة ديت زي ما قلت لك لها جهتين? جهة عريضة متجهة لأعلى. وجهة مدببة الى ايه? الى اسفل. يا انت لما تبص في داخل البيضة. بتيجي من فوق كده عند الجهة العريضة. يجب التأكد من وجود الغرفة الهوائية. طب الغرفة الهوائية دي موجودة زي فراغ كده حتى كل مكونات البيضة تحت لكن دي زي فراغ كده حتى فاضية كده من فوق. وسبتة في مكانها. يعني يجب ان تكون الغرفة الهوائية موجودة في ايه? في اعلى الجهة العريضة. كويس اوي. طب ازا لقيت الغرفة. وسبتة. يعني ايه? مستقرة. طب لو لقيت الغرفة الهوائية دي مرة تيجي يمين مرة تيجي شمل وانا حطيتها كده المد الديتين مع الكشاف الضوء. لا يبقى كده اللي ايه? الغرفة الهوائية غرفة غير مستقرة. يبقى البيضة دي مش هتنفع. تمام? يبقى يستبعد على طول وتوفر طبعا اه اه مكينة التفريغ بتاعتك. كويس اوي. طب حضرتك لقيت يا مستر الغرفة الهوائية بس موجودة في الجهة المدببة. تستبعد. تمام? كويس اوي. يبقى يجب ان تكون طبعا الغرفة الهوائية موجودة في الجهة العريضة للايه? للبيضة. كده البيضة سليمة. للبيضة طبعا جهتين جهة عريضة وجهة ايه? مدببة. زي ما قلت لك. البيضة يكون بقى قرص الجرسومي. اللي هو طبعا موجود على الصفار بتاع البيضة. بيبقى موجودة كده منطقة القرص الجرسومي. هو ده الجنيب. اللي حينمو بعد كده. وبعد طبعا اليوم التالت بعد تعرضه لدرجة الحرارة المناسبة لعملية التفريغ. يبدأ يتحرج من طور السكون الى طور الحركة. ويبدأ فيه النموم. تمام? طب ينمو ازاي? يقوم بالتخزية على صفار البيضة. ثم بعد ذلك التخزية على بياض البيضة. الى ان يكتمل نمو. ويكتمل نمو الجهاز التنفسي في اليوم الكام. التمنتاشر زي ما قلت. يبقى الكلام ده مهم جدا. لازم نشوف كمان من العيوب الداخلية. اه طبعا للبيضة. طب نمرة تلاتة يا مستر. مواصفات القشرة. حضرتك اشرة البيضة. واحنا بنشوفها كده. نشوف اشرة البيضة. تستبعد البيضة المجعدة او المتكلسة. يعني يا مستر المتكلسة. اللي على نسبة كلسة ميامة. من الساعات حضرتك تجي تمسك بيضة كده. تلاقي بيضة نعمة خالص تستبعد. بيضة خشنة خالص تستبعد. يا مستر وانت العايز النعم والعايز الخشن. اه. البيضة الملساء. البيضة الملساء. البيضة ديت مع لهاز اي صغور تنفسية. ديت ما تنفحش. خلاص. بتتشال كده اي صغور. ملساء ديت مش حتناسب خالص عملية الفاكس. طب ويستبعد مين. البيضة المتكلسة. او زات نسبة الكلسم العالية. برضو دي بيضة. لما الجنين يجي يختار قشرة البيضة. هتبقى القشرة سميكة خالص. مش هيستطيع ايه نقرها. كويس قوي. يبقى ديت برضو العيوب الخاصة بقشرة ايه البيضة. يبقى المنحسة تتشال خالص بنقول على المنحس. او الملساء. او طبعا عديمة الصغور زي ما قلنا. او تلات اشكال للبيديوز تابعت. حجم من من ناحية الحجم والشكل البيضة تؤثر ولا لا تؤثر? تؤس. العيوب الداخلية للبيضة تؤس. مواصفات القشرة تؤس. طب ايه كمان? عمر البيت. عمر البيت بقى حضرتك. افضل بيت هيطلع بعد عمر 24 يوم من تاريخ وضع البيت. يعني مصطر الكلام ده تاني. افضل نسبة فاكسة هتحصل عليها بعد بالزبط 24 ساعة من وضع البيضة. 24 ساعة من وضع ليه? البيضة. ولايس 24 يوم طبعا. بعد 24 ساعة من وضع ليه? البيضة. ده افضل معادل الفاكس. يعني الدجاجة وضعت البيضة النهاردة لو حطيتها في مجلد التفريق. بعد مرور 24 ساعة بيكون افضل معادل الفاكس. تستمر الكلام ده لغاية اليوم التالت كويس قوي. تبدأ تقل لغاية اليوم لو حد. خزن البيض لاكتر من ثلاثة ايام يفضل وضعه في داخل حجرات لحفظ البيض. زي ما قلنا في وحدة اعداد ليه? البيض للتفريق. والكلام ده كان مهم جدا. قلت لك كل واحدة بتكمل الواحدة ليه? الاخرى. تمام? يبا ساعة حضرتك هتحتاج بقى لطبعا درجات حفظ البيض على درجة اتناشر درجة مقوية في غرفات لحفظ البيض. لو هتستمر اكتر من كم يوم? تلاتة ايام. طب الكلام ده يا مستر نحفظ البيض لمدتك ياه. حاول ما تكترش عن اربعتاشر يوم. عشان تحافظ على نسبة فاقس عليها. طب لو زاد بقى عن المدة دي. لا نسبة الفاقس هتقل. تمام يا شباب? طيب لو وصل البيض حضرتك مخزنه المدة شهر. تأكد ان نسبة الفاقس هتنعدم او هتقل للغاية. تمام كده? تعالا نشوفه بقى الكلام ده. فبنقول لك تكون افضل نسبة تفريخ للبيض عند عمري كام زي ما قلت لك? اربعة وعشرين ساعة. ويبقى معدل الفاقس عليها. طالما كان عمر البيضة لا يزيد عن كام. عن اسبوع. ثم تنخفض النسبة تدريجية. حتى تصل الى الصفر. شايف? الى ايه? الصفر. يعني نسبة الفاس معقولة طب صفر يا مستر? اه معقول. لو مر على البيض ده كام? اربع سبيع يعني خلال كاما يا شباب? شهر. يبقى يفضل وضع البيض في داخل مكينات التفريخ بعد اربعة وعشرين ساعة. هتحصل منه على اعلى نسبة فاس. يمكن ان تستمر نسبة الفاس بك فاة عالية. لغاية اليوم التالت. تقل شوية لغاية اسبوع. ولكنها بتكون نسبة مناسبة برضو. لكن لو وصلت حضرتك للشهر. هتبقى نسبة الفاقس كام صفر. مفهوم يا شباب? والكلام ده انا جربته بنفسي فعليا. وجبته بيت مرة عليه. شهر. وقلت نجرب عشان نشوف فعلا نسبة الفاقس كانت كام? كانت صفرة على آآ مدة شهر. تمام? دون ان يرعى طبعا لحفظ البيض بالطريقة الصحيحة. ولو حفظنا البيض بالطريقة الصحيحة يجب الا يزيد عن اسبوعين بالكتير خالص او اربعتاشر يوم زي ما قلت. تمام. يبقى دي عوامل تتعلق بمين? ببيض التفريغ. اعتقد كده غطناها واعتقد حضرتك فهمت يعني ايه? طب نمرة تلاتة عوامل تتعلق بالتطور الجنيني في البيضة. النقطة دي مهمة جدا جدا وناس كتير جدا ما بتفهمها اش. بنقول ايه? عوامل تتعلق بالتطور الجنيني في البيضة. النفوخ الجنيني. هناك فترتين حريجتين في حياة اجنة الكتاكيت. يا ريت الناس تركز معي. حنقراها الاول. بعدين هنشرح لك شرح تفصيلي. لان نجي من اهم النقاط. تاني. هناك فترتين حريجتين في حياة اجنة الكتاكيت. ترتفع فيها نسبة النفوخ. وبخاصة في فترة الثانية قبل الفاكس. ايه هي الفترات الحريجة في حياة اجنة الكتاكيت? هي الفترات التي يرتفع فيها معدل النفوخ الجنيني. وتنقسم الى فترتين. الفترة الحريجة الاولى تقع ما بين اليوم التالت. واليوم الخامس. والفترة الحريجة التانية تقع ما بين اليوم التاسع عشر واليوم الحادي والعشرين. اللي هو يوم الفاكس. لا بقى ارجع لي نشوفوا ايه القصة دي يا مستر. الفترات الحريجة في حياة اجنة الكتاكيت. ارجع لي بقى كده عشان انا النقطة دي مهمة جدا 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 جدا. عايزك تتخيل معايا. احنا عندنا حطينا بيض مخصب مية مية تمام? في داخل مكينة التفريخ. اه في عندي فترة حريجة. ايه الفترة الحريجة. التي يرتفع فيها معدل النفوق الجنيني. يعني يا مستر يعني بالبلد كده الجنين في البضاء حيموه. تمام? الجنين في البضاء ايه عيموه. مش على طول طبعا. ولكن فترة حريجة. عارف لما نقول لك دي فترة حريجة. فترة حريجة يعني خلاص يعني الطائر معرض فعل. الجنين معرض فعل المو. بتكون فترة ايه? يبا ما هي الفترة الحريجة عمومة? الفترة الحريجة هي التي يرتفع فيها معدل النفوق الجنيني. كويس اوي. طيب. الفترة الحرجة الأولى من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس طب ليه يا مستا من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس مجرد ما بنحط البيضة في داخل مكينة التفريخ وتبدأ تشغل بقى الحرارة والرطوبة والتوياة والكلام ده كله يبدأ الجنين يتحرك من طور السكون إلى طور الحركة يبدأ أول حاجة اللي هو التطور الجنيني يبدأ التطور الجنيني من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس سبحان الله بقى كأنك بتشيل حجرة من على قلبه فهمها ولا لا فييموت يا يعيش تمام إذا تمت العملية دي بكفاءة عملية التطور دي طلع منها الجنين ومر من هذه المرحلة اللي هي بيطلق عليها الفترة الحارجة الأولى يبقى لما نقول لحضرتك ما هي الفترة الحارجة الأولى في حياة أجنة الكاتاكيت الجنين داخل البيضة لسه الفترة الحارجة الأولى تقول لي يا مستر من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس واحد حيقول لك طب ليه بالذات تقول له لأن دي سببها التطور الجنين السريع الجنين في طرس كل مدة ثلاثة أيام يبدأ فيه التطور من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس إذا عدى منها عدى تمام يا شباب يبقى تاني الفترة الحارجة الأولى تكون من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس لو حد قال لك سببها إيه تقول له سببها التطور الجنين السريع تمام يا مين طب يا مستر الفترة الحارجة التانية الفترة الحارقة التانية من اليوم التاسع عشر الى اليوم الواحد وعشرين ليه مستر كده فاكر لما قلت لحضرتك من شوية يكتمل نمو الجهاز التنفسي والرئة في اليوم التمنتاشر بعد اليوم التمنتاشر بداية من تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اكتمل بقى نمو الجهاز التنفسي والجنين حيتنفس عن طريق الرئة فدي مرحلة تحول من التنفس عن طريق الغرفة الهوائية في داخل البيضة إلى التنفس عن طريق الجهاز التنفسي والهواء الجوي فأكون أو لا أكون فحيبدأ الجنين في نقر إسرة البيضة للحصول على الهواء الجوي بنسبة الأكسجين الصالحة فيه فديت الفترة الحارجة الثانية في حياة جنة الكاتاكيت وسببها عملية التحول في التنفس من التنفس عن طريق الغرفة الهوائية إلى التنفس الرئوي يا رب نكون فاهمتكم النقطة دي مهمة جدا الفترات الحارجة في حياة أجنة الكاتاكيت يعني إيه فترة حارجة يرتفع فيها معدل النفوق الجنيني بصورة كبيرة كام يا مستر فترة حارجة فترة حارجة أولى تكون من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس وسببها التطور الجنيني السريع فترة حارجة تانية تكون من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الواحد وعشرين ودي سببها مين؟ دي سببها عملية التحول إلى التنفس الرئوي أو التنفس عن طريق الرئتين اللي اكتمل النمو فيهم لغاية اليوم الكام التمنتاشر أعتقد معلومة مهمة جدا ومعلومة مفيدة جدا لحضرتك يارب الناس تكون فاهمتها كويس تمام؟ طيب نجي بعد كده بقى عندي الأوضاع الشزة للجنين هل يترى فيه أوضاع شزة للجنين؟ اه طبعا طب يا مصدر ما تقول لنا الوضع الطبيعي للجنين الأول قبل ما نقول الأوضع الشزة طيب تمام؟ أرجع لي الوضع الطبيعي للجنين داخل البيضة تكون الجنين طبعاً البضأ اه تمام كده تخيل كده شكل يدي وده شكل البيضة الجهة العريضة إلى ايه؟ إلى أعلى الجنين بقى جوه البضة كده تخيل زي صباعي كده الرأس دي رأس الجنين متجه ايه في اتجاه المحور الرأسي للبيض يعني الجنين اهو تمام مش معمول كده بقى لا مش بالأفق لا ده ايه رأسي تمام الرأس متجه الى اعلى في اتجاه الغرفة الاهوائية الرأس موجودة اسفل الجناح الايمان الرأس موجودة اسفل الجناح الايمان يبا تاني قل الوضع الجنيني الطبيعي الارجل الى ميه الى اسفل بس بس بقى الارجل ايه الارجل ايه مفروض كده الارجل تاعة بس هتلاقي الاقدام مرتفع الى اعلى انتو متخيلين معايا المنظر ولا لا الارجل نفسها كلها الى اسفل بس الاقدام مرتفع الى ايه الى اعلى سبحان الله وحنقول لك ليه دلوقتي كويس اول طيب يا مستر حضرتك قلت لنا الوضع الطبيعي للجنين داخل البيضة يبا الوضع الجنيني الجنين داخل البيضة يكون أو الوضع الطبيعي للجنين داخل البيضة يكون الرأس متجهة إلى أعلى في اتجاه الغرفة الهوائية تمام الرأس طبعا الجنين يكون في اتجاه المحور الرأسي للبيضة تمام وقف بالطول كده والرأس إلى إيه أعلى الرأس أسفل الجناح إلى إيه الأيمن الأرجل متجه إلى إيه إلى أسفل بس الأقدام مرتفع إلى إيه إلى أعلى ده الوضع الطبيعي طب حضرتك بقى لو جيت قلت لك وضع شاز قول بقى افتي بقى زي ما انت عايز حيب عكس الكلام ده الرأس حنقول مثلا الجنين موجود اتجاه المحور الأفك ده وضع شاز تمام طب الأرجل متجه إلى أعلى ده وضع شاز الرأس متجه إلى أسفل ده وضع شاز متفقين معي ولا لا يبقى احنا قلنا الأوضاع الطبيعية حضرتك انت بقى استنتج الأوضاع اللي إيه الشاز طيب الأوضاع الشازة للجنين ياخذ الجنين الكامل للنمو وضعا مميزا يكون المحور الطولي للجنين متماسلا مع المحور الطولي للبيضة يبقى المحور الطولي للجنين مع المحور الطولي للبيضة زي ما وصفتلك كده بإيدي ويكون الرأس في اتجاه الطرف العريض للبيضة طيب اش معنى يا مستا لأن الطرف العريض فيه الغرفة الوائية اللي حيتنفس عن طريق الجنين وموجود تحت الجناح الأيمة والأرجل مرفوعة في اتجاه الرأس ولكن أسفله يارب تكونوا تخيلتوا المنظر اللي أنا قلت يبقى الأوضاع ايه دي كده أوضاع طبيعية ولا أوضاع شازة لا دي أوضاع طبيعية تمام طيب الأوضاع الشازة بقى بيقولك تنشأ هذه الأوضاع الشازة نتيجة لعدة عوامل وراسية أو بيئية غير مناسبة ايه اللي يخلي الجنين يتقلب كده وييجي في وضع شاز سوء عملية التقليب سواء بعدد المرات التقليب يعني ايه حضرتها أنا بنقلب زي ما قلتلك حوالي مثلا خمس مرات يومية حضرتك قلبت مرتين بس تمام حضرتك ما قلبتش خالص يبقى الوضاع الجنين هيتغير في دغل ايه البيضة يبقى مهم جدا اللي بيؤدي الى الأوضاع الشازة للجنين اللي انت ملتلناش عليها مصر ما انا مش هنقولك عليها بقى ما انا قلتلك الوضع الطبيعي وحضرتك اي وضع غير الطبيعي بوضع ايه شاز طب ايه اللي يؤدي الى الأوضاع الشازة دية نمرة واحد سوء عملية التقليب تمام طب نمرة اتنية انخفاض الرطوبة النسبية اثناء التفريق تمام الرطوبة النسبية فاكن لما قلت لحضرتك في داخل مكينة التفريق بيبقى فيه حوض كده فيه مياه المياه دية هي اللي بتعملي نسبة الرطوبة في داخل المكينة المياه اللي هيحصلها مع درجة الحرارة اللي هي 37.7 من 10 درجة مئوية او يعني من 37.5 الى 37.7 من 10 درجة مئوية وفي بعض الاحيان الى 8 من 10 درجة مئوية اه حضرتك الرطوبة بيحصل ايه الحض اللي فيه مياه ده المياه بتتبخر لما بتتبخر بتتكسف على اشرة البيضة هي ده بيبقى مصدر ايه الرطوبة حضرتك الحض فضى واتبخرت المياه كلها وحضرتك ما ملتش الحض ده مرة تانية يبا كده اثر ولا ما اثرش ده يعمل لي اوضاع شزة للجنين داخل البيضة يبا نمرة واحد الذي يؤدي الى اوضاع شزة للجنين سوء عمليات التقليب نمرة اتنين انخفاض الرطوبة النسبية نمرة تلاتة سوء تغذية القطيع سوء تغذية القطيع اه سوء تغذية القطيع اه نو قطيع مست اللي جاي منه البيض سبحان الله يعني انا كنت بينغذي القطيع الامهات على تغذية على عليقة غير متزنة فبالتالي ده يؤدي الى اوضاع شزة للجنين داخل البيضة سبحان الله لو كانت التغذية بتاعت الامهات تغذية جيدة على عليقة متزنة تحتوي على كفة العناصر الغذائية كربوهيدرات بروتينات دهون املح معدنية فيتامينات كفة العناصر اكيد الجنين وضعه في داخل البيضة حيكون مصبوط معدل الفاس حيكون عالي طب لو كانت التغذية على عليقة غير متزنة نسبة الفقص تقل على طول نتيجة للأوضاع الشزة للجنين داخل البيضة يبقى كم نقطة دلوقتي اللي بيؤدي الى اوضاع شزة للجنين زي ما قلنا سوء عملية التقليق نمرة اتنين اغخفاض الرتوبة النسبي نمرة تلاتة سوء تغذية القطيع الكلام ده كله كانت عوامل تتعلق بيه حضرتها الاوضاع الشزة للجنين تمام يا باشا طيب قلنا بعد كده بقى نكمل مع بعض العوامل التي تتعلق بتعبئة ونقل البيضة هو العوامل اللي تتعلق بتعبئة ونقل البيضة راخر يا مستا تؤثر اللي طبعا يجب ان يترك البيض بعد رصه لمدة من 6 الى 12 ساعة قبل ادخاله في المكينة وفي حالة النقل لمسافات طويلة يفضل ترك البيض لمدة 24 ساعة قبل ادخاله مكينات التفريغ حتى تسكن محتويات البيض بعد عملية الاهتزاز اثناء النقل تعالي ايه الكلام ده يا مستا بنقول لك عوامل تتعلق بتعبئة ونقل البيضة حضرتك جايبين البيضة من مكان ما تمام مكان بعيد حضرتك جبت البيضة على طول اول ما تنزل البيضة من العربية تاخده تحطه في مكينة التفريغ غلط طبعا حضرتك لو كان البيضة من اماكن قريبة يفضل ان انت تتركه لمدة 6 الى 12 ساعة تمام حتى تستكر محتويات البيضة ما هو البدوة هو جاي بيراجرك في العربية مطبط وغيره فاهم معاه ولا لا فانا عايزي الجنين يستقر سبحان الله نسيبه المدة من 6 الى 12 ساعة طب مستر ده نجابه من اماكن بعيدة لمدة 24 ساعة يبقى لا يوضع البيض في داخل مكينات التفريغ الا بعد مرور عليه لو جايبه من اماكن قريبة من 6 الى 12 ساعة لو جايبه من اماكن بعيدة 24 ساعة حتى تستقر محتوياته وتحصل على نسبة فاقس عالية انت فاهم معاه ولا لا شايف حاجات بسيطة جدا هلتك كان يخطر ببالك الكلام ده لا طبعا فالدراسة مهمة جدا تكسبك خبرات تكسبك معلومات بس خدها بحب ما تاخدهاش كده مش عايزك تدرس معايا او تسمح حلقة وانت كده ايه لا متقدر انا مناخده عشان الدراس لا انت حب ان انت هتاخد المعلوم عشان انت لما تحب تاخد المعلومة هتضيف لنفسك وحتقوي نفسك وهتاخد معلومات اكتر من اللي عندنا كماء لان انت اللي هتبحس وحتدور وحتشتغل وحتكتسب خبرات غير عادية تمام يا شباب تمام نكمل بعد كده بعد كده عوامل تتعلق بالتخزية عوامل تتعلق بالتخزية من العوامل التي تؤثر على نسبة الفاكس اثر العليقة غير المتزنة لسه ايه لها وخصوصا العليقة التي ينقصها البروتين الحيواني او الفيتامينات وخصوصا على القطيع البياء يعني يا مستر يعني معقولة العوامل اللي بتأثر على نسبة الفاكس تزوده او تقلله اللي هي عوامل تتعلق بالتخزية تخزية القطيع اه طبعا طب هو القطيع ماله القطيع ماله ايه القطيع ده اللي بيديلك البيت طب انا لما يبقى القطيع جيد متغزة تخزية جيدة وخاصة على مصادر البروتين والفيتامينات والاملاح المعدنية والكربوهيدرات قلتلك يجب ان تكون هزيه المصادر كل بنسبها بالنسب النموذجية النسب المصلة لا طب حضرتك انا غزيت على العالية عندي وحطيت بروتين بس حطيت بروتين النباتي بس يا مستر ما ينفعش حطيت بروتين حيواني بس يا مستر ما ينفعش لازم نسبة من البروتين النباتي ونسبة من البروتين الحيواني يوم القطيع قطيع جيد تمام حالته الغذائية جيدة حالته الصحية جيدة يوم لما تجري عملية التلقيح يطلع بيت مخصى الجنين قوي تمام الجنين قادر على اختراق تشرة البيضة مفهوم يا شباب معي ولا لا دي اسمه عوامل تتعلق بالتخزين نقطة اللي بعدين عوامل تتعلق بالحالة الصحية للقطيع كلما كان القطيع بحالة صحية جيدة كان جهاز انتاج البيض ركز بها سليما وكان التلقيح سليما والبيض مخصبا وبالتالي ترتفع نسبة الفاكس الكلام اللي انا لسه قيله لحضرتك من لحظات بنقولك العوامل التي تتعلق بالحالة الصحية للقطيع يا مستر يعني القطيع لو حالته الصحية جيدة هتكون نسبة الفاكس مرتفعة مما لا شك فيه ما فيهاش كلام نهائي اذا كانت التخزية جيدة بتاعت القطيع نسبة الفاكس تزيد ما فيهاش كلام يبقى عوامل تتعلق بالتخزية اه عوامل تتعلق بالحالة الصحية اه لكن لو القطيع بقى الحالة الصحية بتاعته حالة صحية اه رديئة حالته الصحية وحشة البيض اللي هو عملية التلقيح مش هتتم بالكفاءة المطلوبة البيض مش هيكون بيض مخصب تمام بالتالي حتقل وتنخفض نسبة الفاكس ساعات ناس يجي يقولك ايه طب ويالب ده ما لأو ما للكلام ده وما للأم لا ده كل العوامل مرتبطة ارتباط وصيق ببعض تمام يا شباب ده اسمها عوامل تتعلق بالحالة الصحية للقطيع طيب عوامل تتعلق بالوراسة ايه ده يا مستر بيقولك يجب تجنب تربية الاقارب ركز معايا لاحتمال انعزال العوامل الوراسية الرديئة وكذلك العوامل المميتة وشبه المميتة مما ينتج عنه تدهور الانتاء وعند الاضطرال لتربية الاقارب يجب اجراء عملية الانتخاب للتخلص من الافراد الغير منتجة او التي تنتج بيضا تنخفض في نسبة الفاكس ايه يا مستر الكلام ده العوامل اللي تتعلق بالوراسة اللي هو ايه يا شباب بص معي اللي هو زواجي الاقارب يعني احنا مثلا الزكور دي من اب الزكور والاناس من اب واحد وام واحدة تمام اذا انا هنا بالنسبة لي يعني ناتج البيض من امهات واحدة لما تيجي تجري تزاوج ممكن يحصل انعزال للصفات الوراسية الرديئة تتجمع بقى فبالتالي تنخفض نسبة الفاكس طب اميستر انا ما عنديش غرقة تعدى ومنزوج من داخل بعض اوكي ماشي اذا اضطرت لكده تجري بقى تنتخب بقى الصفات الجيدة الزكور الجيدة بحالة جيدة والاناس الجيدة بحالة جيدة معدل النمو عالي الحالة الصحية بتاعتها جيدة تمام معدل الانتاج البيض عالي او معدل انتاج اللحم عالي حسب الغرض الانتاجي بقى حضرتك من التربية وتنتخب الزكور ديت مع الاناس ديت وتجري عمليات التلقيح لكي تحصل على افضل الصفات ده اذا اضطررت الى هذا يبقى عوامل تتعلق بمي بالوراصة يعني حتى دي يا مستر تؤثر على نسبة الفاكس تخيأ إذا ما فيش حاجة مش مهمة كل الأشياء اللي بناخدها بتكون مهمة ولو عرفتها هتبقى سهلة بالنسبة لك وممارساتها في الحياة العملية تكون أسهل إن شاء الله كده زي ما احنا قلنا طبعا زي ما احنا قلنا العوامل اللي تتعلق بمي بالوراصة طيب نيجي بقى بعد كده عملية نقل البيض للمفقص متى ينقل البيض؟ امتى بقى حضرتك هتنقل البيض ده للمفقص؟ بيقولك يجب نقل البيض إلى المفقص في نهاية اليوم التاسع عشر من بداية التفريغ لاحتياج البيض إلى مقومات مختلفة من درجة حرارة ونسبة رطوبة وتقليل لا تعالي بقى ايه الكلام ده يا مستر؟ أنا قلتلك احنا عندنا مكينة التفريغ بتحتوي على كم جزء؟ على جزء ايه؟ جزء خاص بيه المفرخ وده بيكون في اعلى مكينة التفريغ محتوط تمام يا شباب معي رجع لي بنقول انا مكينة التفريغ يكون فيها جزء ايه؟ جزء خاص بيه المفرخ تظل فيه البيضة من اليوم الاول لغاية اليوم التسعتاشر وفي نهاية اليوم التاسع عشر ناخد بقى البيض ننقله إلى منطقة تحت خالص اسمها المفقص عادية اقفاص عادية لفاقص البيض عادي ما فيهاش مشكلة يتم نقل البيض طب ليه يا مستر ما نسيبهاش؟ لان الاحتياجات في خلال التلات ايام اللي هو اليوم التاسع عشر والعشرين والواحد وعشرين هتختلف من حرارة ورطوبة وتقليب الرطوبة يجب ان تزيد نسبة الرطوبة تمام يا مستر؟ طب عملية التقليب خلاص بقى مفيش داعي لعملية التقليب لان الجنين خلاص بيكتمل نموه او بتقل شوية عمليات الايه؟ التقليب تمام؟ كويس قوي يبقى ايه؟ بنحتاج احتياجات مختلفة من حرارة ومن رطوبة ومن تهوية فبالتالي يتم نقل البيض في اليوم الكام؟ اليوم التاسع عشر تمام؟ في نهاية اليوم التاسع عشر اخر اليوم كده اخر النار تبدأ تنقل البيض من المفرخ الى المفقص الى مين يا شباب؟ المفقص يبقى ده المعاد المناسب لنقل البيض من المفرخ الى المفقص في نهاية اليوم الكام التاسع عشر طب يظل بيه المدة كم يوم؟ اللي هو بقى اليوم التسعتاشر ايباد فيه زي ما قلنا قبل كده والعشرين وفي الواحد وعشرين تبدأ عملية الفاكس تمام طيب وضع البيت أثناء مرحلة الفاكس وضع البيت أثناء مرحلة الفاكس أغلب المفرخات التجارية تجعل البيت في وضع أفقي في وضع ايه أفقي تمام أثناء اليومين الأخيرين أهو من التفريغ في مكان الفاكس وليس التقليب البيت في اليومين الأخيرين من التفريغ أهمية بل إنه قد يكون دار للكتاكين زي ما قلت الحضرتك اخر يومين تمام التقليب ليس له اي قيمة لان اكتمل نمو الجنين وخلاص ما فيش اي مشكلة والجنين بيبدأ في نقر اشرة البيضة بل بالعكس ده انت لما تجري عملية التقليب في هزي المرحلة هتبع عملية كمان للطائر ضرة وليست ايه مفيدة تمام يا شباب للجنين في داخل البيضة يبقى عملية وضع البيض اثناء مرحلة الفاس بتحط البيضة عادي كده على جنبه مفقص هو طبعا افص عادي افص عادي خال انقل في البيضة مفيش بقى جهة عريضة وجهة مدببة احنا كنا عايزين الجهة العريضة والجهة المدببة طول التمنتاشر يوم الاولى لان كان الجنين بيتنفس عن طريق الغرفة الهوائية اللي هي بتكون موجودة في اتجاه الجهة العريضة اللي هي في اتجاه رأس الجنين اللي هو في اتجاه المحور الطولي للبيضة اللي بيت طبعا اه عن طريق مفهوم يا شباب معايا يعني مش عشوائي على طول لا كل حاجة لا حاجة هنا اليوم التلات يام اللي هيقضيهم اخر يومين بينعدم عملية التقليب وده يفضل لمصلحة الطائر لان خلاص بالعكس التقليب هنا ممكن يضره ما يفدوش لكن خلال الفترة الاولى وطبعا احنا برضو اول تلات يام احنا بنمتنع فيهم عن التقليب احنا بنبدأ في عملية التقليب بداية من اليوم نبدأ بقى من اليوم الرابع وهكذا لغاية اليوم التمنتاشر تكتفي بعملية التقليب خلي بالك من النوقت دي مهمة جدا يجب مراعاتها ويجب اخذها في الاعتباء تمام طيب الدافع او الحافز ده نقطة مهمة جدا قلتها لك انا وحنا في الشرح برضو الدافع او الحافز على الفاكس ايه اللي بيخلي الجنين يطلع من البيضة ايه اللي حيخليه يفقز بيقول لي يبدأ الحافز على نقل القشرة والفاكس عند التغير في امداد الاكسوجين خلال البيضة عند بداية التنفس الهوائي حيث يحتوي الهواء في الخلية الهوائية داخل البيضة على نسبة من 15 الى 16% اكسوجين بالمقارنة بنسبة 21% في الهواء الجوي يعني تاني يعني النسبة اللي موجودة داخل البيضة تمام بتصل الى من 15 الى 16% وقد تقل عن ذلك ده داخل البيضة لكن النسبة اللي محتاجها الجنين بقى في الهواء الجوي نسبة الكامة شباب ال 21% فيما فوق تمام تاني كنا قلنا قبل كده ان نسبة الاكسوجين جوه البيضة بتتراوح ما بين 5% يعني هي نسبة قليلة لكنها نسبة علميا من 15 الى 16% اكسوجين طب نسبة الاكسوجين في الهواء الجوي كان 21% طب الجنين دلوقتي هيبدأ يتنفس عن طريق الهواء الجوي فهو محتاج ال 21% فحيكون ده حافز بالنسبة له لاجراء عملية نقر الاشرة والخروج الى الهواء الجوي بينما يكون ثاني اكسيد الكربون في هواء الخلية الهوائية داخل البيضة حوالي 4% والنسبة دي نسبة مرتفعة والكاتكوت يحتاج الى كاة الى نصف في المية ايه الكلام ده مستر فاهمونا بقى تاني كده بمنطقة البساطة من غير كلام كبير بمنطقة البساطة يا جماعة نسبة الاكسوجين جوه البيضة حوالي 15-16% ونسبة ثاني اكسيد الكربون جوه البيضة 4% نسبة ثاني اكسيد الكربون لغاية اليوم التمنتاشر شغال ما عندناش مشكلة ونسبة الاكسوجين لغاية اليوم التمنتاشر ما فيش مشكلة لـ 15-16% كافية لكن مجرد ما يكتمل الجهاز التنفسي ويكتمل الرئتين خلاص الجنين عايز هواء جوي عايز نسبة اكسوجين اعلى من الموجودة في البيضة طب الاعلى من الموجودة في البيضة اللي موجودة في الهواء الجوي هتكون كـ 21% طب ساعتها بقى نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي كانت 4% دي نسبة كبيرة جدة الطائر لا يتحملها في هذه المرحلة العمرية ولكن ممكن يتحمل نصف المية تمام؟ كويس قوي يبى نظر الارتفاع نسبة ثاني اكسيد الكربون وانخفاض نسبة الاكسوجين في البيضة ده اللي بيجعل الطائر الحافظ في نقر كشرة البيضة واختراقها من اجل الحصول على نسبة اكسوجين عالية تصل الى 21% في الهواء الجوي ونسبة ثاني اكسيد كربون لا تزيد عن نصف المية ودي بالنسبة لها تكون صالحة لحياة الطائر يا رب الناس كده تكون مستويبة معايا الكلام ده وتكون فاهمة هو كلام شويك على الذكرة ويعتبر معلومات عامة بتزود من معلوماتك ومن قيمتك اللي هي في التعلم يعني في بقى بعض الملاحظات الهمة كده دي مهمة جدا بنقول فا ايه بيقول لي لا يجب لا يجب نقل البيض مبكرا جدا او متأخرا جدا للمفقص لكي تفكس الكتاكيد في وقت مناسب للفرز والتسليل كلام مهمة اوي حضرتك ما تنقل ليش تجي الساعة 4 الصبح وتنقل للكتاكيد في داخل المفقص يبقى يراعى عدم نقله مبكرا جدا او متأخرا جدا للمفقص ليه لكي تفكس الكتاكيد في وقت مناسب للفرز والتسليم كويس اوي ما هو انت مجرد ما هتحطها في المفقص كده انت بتاهل للكتاكود الجو المناسب لعملية ليه الفاكس للجنين داخل البيضة يعني كويس اوي يعني يا مستا لننقل البدر اوي ولا ننقل المتأخر اوي ماشي عم نمرة اتنين قال لي البيض الذي به اناس تفكس قبل الزكور كويس اوي طيب قال لي البيضة الذي به اناس تفكس قبل الزكور فعشان كده يجب ان يتم عملية نقل البيض من اليوم التساعتاجر في نهايته عشان ممكن الاناس تفكس الاول قبل الزكور يعني اللي بيفقس الاول الاناس قال لي اه سبحان الله تمام يبقى البيضة الذي به اناس تفكس قبل الزكور نقطة اللي بعد كده بنقول لحضرتك كلما زاد عمر الدجاجة وقت انتاج البيض كلما قلت نسبة الفاكس تاني كلما زاد عمر الدجاجة وقت انتاج البيض كلما قلت نسبة الفاكس وازداد حجم البيض الناتق يعني الكلام ده يا مستق تاني بصيلي للنقطة دي لما الدجاجة تتقدم في العمر وبيكون عمر الدجاجة كبير حتنطج بيض كبير في الحج البيض ده اساسا بيكون زي ما قلت لك انا لو تفتكر قلت لك يستبعد البيض الكبير في الحج ويستبعد البيض الصغير في الحج فلما الدجاجة بتتقدم في العمر وعمرها بيكبر بتنطج بيضة كبيرة في الحج البيضة دي نسبة الفقس فيها بتقل تمام يا شباب النقطة التانية بيقول لي بيزداد حجم البيض يعني هيزداد حجم البيض وحتقل لنسبة الفقس مع تقدم الدجاجات في العمر وقت انتاج البيض تمام يؤدي البيض الكبير الحج الذي تضع الدجاجات المسنة لزهور حالات كثيرة من النفوق الجنيني ايه ده تاني يؤدي البيض الكبير الحج الذي تضع الدجاجات المسنة لزهور حالات كثيرة من النفوق الجنيني تاني هو انا مش قلت لحضرتك ارجع لي مش انا قلت لحضرتك البيض الكبير الحج يستبعد نهائي من اجراء عملية التفريخ عليه ويفضل الكلام ده قلت لي اه تمام يا مستر طب ليه لان الكلام ده بيؤدي الى اللي بتضع الدجاجات بيؤدي الى ظهور حالات نفوق جنيني يعني الجنين بيموت داخل البيضة الجنين بيموت داخل البيضة في احدى المراحل مين بقى يا ام اللي هي مرحلة مين زي ما قلنا مع بعض الفترات الحارجة او الفترة الحارجة الاولى اللي هي من اليوم التالت الى اليوم اللي هي الخامس ممكن يموت فيها اعداد كبيرة جدا نتيجة الكبر حجم البيضة يبقى ازا كبرت حجم البيضة ده مرغوب ولا غير مرغوب غير مرغوب في اجراء عمليات الى 33 درجة مقوية لكن درجة حرارة المفرخ كانت 37 ونص او 37 وسبعة من عشرة درجة مقوية لذلك لما قلت لك اللي هتبص لهم لما قلت لك الاحتياجات بتختلف من المفرخ الى المفقص من المفرخ الى مين المفقص تاني بنقول لحضرتك درجة الحرارة في داخل المفرخ مفروض بتكون 37 ونص الى 37 وسبعة من عشرة درجة مقوية ده ملائب لكن درجة حرارة المفقص تمام تكون اللي هي اخر 3 تيام بداية بقى من يوم التساعتاشر والعشرين والواحد وعشرين درجة الحرارة في المفقص المناسبة 33 درجة مقوية طب والرطوبة يا مستق لازم تزود الرطوبة الرطوبة اثناء فترة التفريخ او وهو في المفرخ بتبع حوالي 65 في المين اثناء التلت تيام الاخرى دولت وهو في المفقص مفروض بقى احنا طبعا ترفع نسبة الرطوبة لتصل الى 85 في المين تصل لكما شباب ل85 في المين لكي تصل الى الحد المطلوب بالنسبة تمام ماشي نجي بعد كده بالنسبة يبقى لما نقول لحضرتك درجة حرارة المفقص تصل الى 33 درجة مقوية وهي مناسبة واقل من درجة حرارة المفرخ وده كلام مهم جدا بالنسبة تماما شباب يبقى احنا قلنا كده الملاحظات ديت ملاحظات مهمة جدا كده اللي مع بعضينا اللي هو لا يجب نقل الكاتاكيت مبكرا او متأخرا نقطة مهمة جدا نمرة اثنين يا مستا البيض اللي بيقي ناس بيفقص قبل الزكور لذلك يفضل نقل اللي طبعا البيض من المفرخ الى المفقص ينعيط اليوم 19 تمام المفقص لكي تفكس الكاتاكيت في وقت طبعا مناسب زي ما قلنا كلما زاد عمر الدجاجة وقت انتاج البيض الكلام ده حينتج عنه بيض احجامه كبيرة ونسبة الفقص فيه بسيطة او ضعيفة او بيقى طبعا نتيجة ايه نتيجة موت الاجنة او ارتفاع معدل النفوق الايه الجنيني فيفضل عدم استخدام البيض الكبير في الايه في الحاج طيب بعد كده قلنا طبعا درجة الحرارة المفقص بتختلف عن درجة حرارة المفرخ زي ما عرفتنا من الاول ليه درجة حرارة المفرخ 37.5 الى 37.7 من 10 درجة مقوية بينما درجة حرارة المفقص تكون 33 درجة مقوية بالاضافة الى بنتوقف فيه عن عملية التقليم بالاضافة الى ارتفاع نسبة الرطوبة يجب استخدام رطوبة اعلى اذا كان عندك حوت خليهم حدين في اخر 3 ايام عشان تزود من نسبة الرطوبة لكي تصل الى 85% اعتقد درسي شايد جدا واعتقد معلومات قيمة لكم يارب الناس تكون استفادت ودايما الوقت بيخلص معاكم بسرعة وان شاء الله باذن الله نستكمل حلقاتنا في حلقات قادمة واستوضعكم في رعاية الله وكان معكم محمد المغربي من التلفزيون المصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته